ضباب صباحاً في بعض المناطق وعودة الاستقرار على إجواء النهار الغد والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع أن يتشكر الضباب في ساعات الصباح الباكر من يوم الغد في العديد من المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من المطار في بعض الألزاء من شمال ووسط المملكة أما نهار الغد فيتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام ويكون الطقس مستقراً وبارداً نسبياً وغائماً جزئياً في أغلب المناطق وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس بارداً في مختلف المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتزيد من الإحساس بالبرودة وننبه في طقس العرب من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساحات الفجر وصباح يوم الغد نتيجة لتشكل الضباب في بعض المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري